احنا وصلنا لحد النقطة بتاعة السادات ايتيال بارود وربط ده بستة اكتوبر وطريق مصر اسكندري ايه كمان؟ عندنا المحور اللوجستي العريش طابع هو ده اللي انا كنت اسأل عليه العريش طابع الميناء العريش طابعا ميناء حيوي جدا بالنسبة لمصر يعتبر موقع استراتيجي هام على البحر المتوسط لما اربطه بميناء طابع في خليج العقبة مرورا بوسط سينة دي ضربة معلم لان دي سياسة واقتصاد طبعا انت كمان بالمناسبة كمان بتخدم مناطق صناعات سقيلة في سينة بتنمي لان اي محور او وسيلة نقل هي شريال للحياة فالنهاردة لما يبقى فيه خط حديدي يبقى انا بنمي بيبقى فيه عندي حتى رفع للقيمة المالية للارض اللي ما كاتش فيها وسائل المواصلات بمجرد مرور خط سكة حديد او طريق او اي مشروع للنقل بيزود من القيمة المالية للارض وبخلق مجتمعات صناعية وزراعية وعمرانية دي نقطة مهمة جدا لان الارهاب عدو العمران لما يكون فيه عمران ويكون فيه ناس وفيه توطين للصناعات توطين للبشر ومجتمعات عمرانية وزراعة وصناعة وكده يبقى انا بضمن ان المنطقة دي مش هيكون فيها ارهاب فده جزء برضو يعتبر بعد امن قومي بالاضافة الى البعد التجاري والاستراتيجي ان انا بربط ميناء العريش بطابة على خليج العقبة وده بيساعد في التبادل التجاري مع دول الجوار الاقليمي اقدر كمان اعمل ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط يعني النقل ما بيني وما بين الاردن وما بين العراق ممكن يبقى جزء من المنقولات او البضائع تنقل بالبحر جزء ينقل بالبر عن طريق شاحنات جزء ينقل بسك الحديد وبالتالي انا بعمل منظومة نقل متعدد الوسائط وهذا الامر مدروس خلينا اقولك ان الدولة من 2014 بتشتغل بوعي وبدراسات فنية مستفيدة ما بنقولش تعالى ان نعمل طريق هنا ومش عارفين ايه فايدته او نعمل خط حديدي هنا ومش عارفين ايه الجدوى بتاعته هل ده هينجح او مش هينجح ومشروعات النقل استاذ يوسف بتخدم التنمية المستدامة للدولة يعني النهاردة انا بخدم قطاع نقل قطاع نقل قطاع خدمي والدولة لا تهدف للربح من قطاع النقل ولكن بدون قطاع النقل مش هتقدر تعمل تنمية مستدامة هديك امثلة انت بتعمل 32 مدينة على مستوى الجمهورية وعايز تنطلق من المساحة المحدودة اللي هي كانت 6% حوالين ودي النيل عشان تنتشر على مساحة جغرافية اكبر خصوصا ان انت بتزيد 2.5 مليون مولود في السنة فكان عشان ده يتم لابد انك تعمل بنية اساسية قوية البنية الاساسية هي اساسها النقل اعمل طرق اعمل سكة حديد اعمل وسائل نقل اقدر ان انا اعظم الاستفادة من المدن الجديدة النهاردة لو قلنا الحد تعالى سكم في مدينة جديدة هيقولك هروح ازاي ده اول سؤال في خدمات ولا ما فيش ده تاني سؤال عشان يقدر ان هو يسيب مكانه ويروح يسكم في مدينة جديدة نرجع تاني للمناطق اللوجستية عندنا جرجوب السلوم جرجوب دي منطقة فيها ميناء بحري على احدث الانظمة الملاحية اللي موجودة منطقة جرجوب دي في منطقة النجيلة غربة مطروح بحوالي 60 كيلو لما نعمل خط حديدي يربط جرجوب بسمى للسلوم اللي وزارة النقلة بتطوره وبتعمله تحديث وزدواك حاليا اقدر ان انا اخد البضائع من ميناء جرجوب على البحر المتوسط في منطقة النجيلة وانقلها للسلوم وانا لسه كنت بحكي مع حضرتك ان احنا عندنا طموح ان احنا نربط مع دول المغرب العربي يبقى انا اقدر الكلام دو انقل من مينة جرجوب اودي السلوم وبعد كده لو في فرصة ان انا اربط مع ليبيا وغيرها من الدول المغرب العربي اقدر ان انا اعمل دوت مش دو بس ده انا كمان ميناء جرجوب وضع الاستراتيجي هو يعني يعتبر منفذ للدول الافريقية غير المتشطئة يعني انا الدول الافريقية اللي منهاش اطلالة ومنهاش مواني بحرية اللي هي الدول الحبيسة اقدر ان انا اصدر لها بضاياها او اوصل لها البضائع اللي جاية من بره عن طريق مينة جرجوب فده برضو محطوط بعد يعني عايز اقول فكري وهندسي ان انا المينة دوم بالاضافة لانه هو هيربط مع السلوم اللي هو المحور اللوجيستي جرجوب السلوم هيبقى عندي كمان فرصة ان انا اخدم الدول الحبيسة او الدول الافريقية غير المتشطئة اظن ممكن يخلق لي فرص جديدة للصناعات المشتركة ما بيني وما بين كل هذه الدول طبعا لان زي ما قلت لحضرتك هي وحدة المصلحة المشتركة لما يكون فيه مصالح مشتركة بيبقى فيه حتى وحدة في الرؤى ان انا مصلحتي مع حضرتك فليها عرضك يبقى احنا عندنا وضربت مثال بالاتحاد الاوروبي بيقولت انه قام على فكرة ان مصالح تجارية او الاول او اقتصادية دي كلها نتكلم برضو في الجنوب على محور اللي هو ابو طرطور انا ابو طرطور سفاجة عشان اخذ الفوسفات المشروع اللي كانت عمل يعني يمكن في فترة من الفترات كان الخط الحديد يتسرق وحصل مشاكل وكلنا عارفين فالنهاردة لما نوحي هذا المحور اقدر اننا ابو طرطور انا واحنا عندنا القطار السريع الخط الاحمر اللي هو سفاجة الغرداء اينا وانا عندي في سفاجة منطقة لوجستية وبالامس القريب كان فيه توقية ببروتوكول مع شركة مواني ابو ظبي لادارة المحطة متعددة الاغراض في ميناء سفاجة يبقى نقدر ان انا اخذ الفوسفات خام الفوسفات من ابو طرطور ووصله السفاجة بالخط اللي خلي بالك النقل بالسكة الحديد اقتصادياته اعلى لان انت اولا بتحافظ على شبكة الطرق لان احنا عندنا مشكلة الطرق ببوز نتيجة ان الحمولات الزيادة بتخلي الطريق بدل ما بيعيش العمر الافتراضي بتاعه فلما ننقل بالسكة الحديد هيبقى التكلفة اقل اكثر اقتصادا هيبقى الامان اعلى لان التريلا اللي ماشي اشايلة ضعف حملها لو عملت حدثة بيبقى الوفيات والجرحة والتلافيات اكثر فانا ما بقولش ان انا بلغي دور النقل البري لكن لما دخل شريك للنقل البري وعشان ابصتها للمواطن او المشاهد الكريم لما كان عندنا شركة اتصالات واحدة غير لما يبقى اربعة غير لما يبقوا خمسة كل واحد بيقدم عروض والمواطن مستفيد انت بتقدم افر وده بيقدم افر وبالتالي انا بشوف ايه المناسب ليه ولما هننقل بضايع هنرجع اللي كان موجود في الخمسينات والستينات اللي هي دور النقل من الباب للباب يعني ايه حضرتك كصاحب مصنع مش مطلوب منك انك تجيب البضايع بتاعتك لحد الحوش بتاع السكة الحديد وبعدين الهالك وترجع تاخدها تاني لو ده حصل هتقول طب انا اعمل كده ما نجيب عربية نقلة تنقلها من الباب للباب على طول فالسكة الحديد هتوفر خدمات من النقل من الباب للباب من خلال مرفق السكة الحديد نفسه بشراكة مع القطاع الخاص برضو بحيث ان حضرتك بتعمل وطبعا هيكون فيه تأمين على البضايع المنقولة والكلام ده كله علشان حضرت يبقى فيه مصداقية عشان انت كصاحب منقلات او بضايع يبقى فيه مصداقية ما بينك وما بين السكة الحديد وبالتالي يبقى المرضود ان انا اعيد السقة بين المرفق وبين المواطن دكتور يعني انا ببقى مبسوط جدا لما بسمع شرح حضرتك ومتشرف جدا ان انا موارتنا النهاردة مع اننا مؤخرين اكم صحرين لا فعل انا سعيد ان اشوفت حضرتك لا والله العظيم اكتر انا اكتر واتمنى اتمنى فعلا ان احنا نشوف حضرتك قريب جدا تاني نتكلم بشكل اكتر استفادة عن محور محور يعني ممكن ناخد حلقة على حياة معينة ناخد حلقة محور معين نتكلم عنه بالتفصيل انا بشكرك جدا